في بريطانيا نال وزير الخزانة البريطانية سابق ريشي سوناك أمسن الجمعة الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين بعد استقالة رئيسة الوزراء ليسترس وفق ما أفاد نواب مؤيد وسيصبح سوناك تلقائيا زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء في حال فشل منافسيها بني موردنت وبوريس جونسون في مسعاهما لنيل مئة ترشيح من زملائهم المحافظين في البرلمان